وحول أداء الأسواق العالمية تنضم إلينا ناديا البلاسي وهي محلة الأسواق في إكوتي جروب أهلا ومرحبا بكي ناديا طبعا كل أنظار تتجه ثوبة ندوات جاكسون هول وإذا ما كان ربما سيفاجئنا جيروم باول بأي من الصيغ بين السطور يلقي علينا إذا ما كانت سياسة النقدية ستنتهي سيتم تثبيتها أو خط العودة اليوتير منها صحي يعني رولا أهلا وسهلا نتوقع تكون قمدة بخصوص الرفع أسعار الفائدة في شهر ستمبر يعني كل أنظار تتحول إلى جاكسون هول في هذه اليومين يعني نشوف التصريحات أكثر من جيروم باول حوالين رفع أسعار الفائدة خصوصا مع بيانات الاقتصادية التي جدا مخيبة للأمال والتي تعكس يعني انخفاض في النمو الاقتصادي الذي يعني كان هذه البيانات كانت يعني مرتفعة وكانت بشكل عام يعني تعكس النمو في الاقتصاد ولكن هذا الأسبوع والأسبوع الماضي شهدنا بيانات بدأت أن تنخفض خصوصا قطاع السيرفيسز والمانيفاكترينج نعم نادية يعني الملفت لدينا كان بيانات البيانات الخدمي والصناعي منطقة اليورو وأيضا بالنسبة للاقتصادات في منطقة اليورو عم نشوف استمرار حركة الانكماشلة عم تشهدها هذه القطاعات برأيك اليوم إلى أي مدى هذه البيانات الضعيفة تواصل الضغط أيضا على المركز الأوروبي والاستمرار في اتباع سياسة تشددية أكثر لفترة أطول ساحسة يعني الآن أسوق تتوقع أن يتم في التثبيت من قبل المركز الأوروبي خصوصا بعد هذه البيانات التي جاءت تلبيه جدا يوم أمس يعني والتي أيضا أثرت بشكل تلبيه على اليورو الذي انخفض بنسبة 1% تقريبا فهذه البيانات كانت تعكس إنكماش كبير أو إنكماش حاد في منطقة اليورو خصوصا ألمانيا أيضا التي كانت هي المحركة الأساسية لانخفضات اليورو التي شهدها عقص نعم يتبقى لدينا سؤال حول تحركات الذهب نادي إذا ما كنت تري بأنه سيتأثر بالدولار وأيضا النفط ماذا تأثره بالدولار؟ يعني الآن نشهد أن الدولار يشهد انخفضات لذلك نرى أن برضو من بعد بيانات أمس في الولايات المتحدة يعني رأينا أن الدولار ينخفض أكثر وأن الذهب يعني يرجع في الارتفاع ولكنه يعني لا يزال في الارتفاعات ممكن أن تكون بسيطة بسيطة إلى مسرعة 1920 وال1925 ولكن بعد اليوم من جاكسون هول وأمس وغدا ممكن أن نرى الخفضات يعني الجانيري الأوتلوك طبعا القول لا يزال مخفض نعم وشكرا لك نادية البلاسي وأنت محللت الأسواق في إيكوتي جروف شكرا شكرا شكرا